مشاهدين في كل مكان مساء الخير وأهلا بكم معنا ولقاء الجديد ومرنامجكم مع الناس النهاردة عزيزي المشاهدين حلقتنا مخصصة حنتكلم فيها عن تفاصيل كتير قوي حول الاستحقاق الدستوري في الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج لكن زي ما احنا متعودين تعالوا مع بعض نبدأ حلقتنا النهاردة بفقرة أخبار الناس أخبار الناس أو الخبر عندنا بيقول استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية الموقف التنفيذي لمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج التي صدر قانون بمدها حوالي ثلاثة أشهر وبدأ التطبيق الإلكتروني في تلقي طلبات الراغبين في ظل توجيهات بالعمل على تسريع إجراءات إصدار الموافقات الاستيرادية لسيارات المصريين بالخارج الخبر الثاني من المحافظات بيقول مصر بلا شلل أطفال وخطة محكمة من وزارة الصحة لمنع ظهور المرض مجددا وصولا بنسبة التخطية في تطعيم الأطفال لحوالي 95% في كافة المحافظات وإدراك الطعوم الجديدة حيث يصل عدد الطعوم لعشرة أنواع بعد الفصل عزيزي المشاهدين هنلتقي وفقرة مشروعات النس مشاهدين في كل مكان ونحن على أبواب مرحلة جديدة من استحقاقات فارقة في بناء الدولة المصرية الجديدة وهي الانتخابات الرئاسية أحد الواجبات التي حققها لنا الدستور المصري وأصبحت المشاركة بالتصويت جزء أساسي من المواطنة ندعو الجميع للقيام بواجبه في ممارسة الحق الانتخابي في الداخل والخارج لتعبر مصر مرحلة البناء للمستقبل أصدقاء وزملائي المصريين المقيمين بالخارج انزلوا شارك في الانتخابات الرئاسية مش مهمة تدي صوتك لمن؟ المهمة تنزل وتشارك أريد أن نثبت للعالم أن المصريين في الخارج هم فعلاً ولادك سندك يا مصر البلد بتمر بمرحلة الكل يعلمها البلد محاطب المخاطر من كل الاتجاهات انزلوا شارك ودلق بصوتك حقك تدي صوتك للي انت عايزه محدش بيكبرك تصوط لمن لكن المهمة تنزل تشارك في العرس الانتخابي ولادك سندك يا مصر المهمة حماية وطن نعلموا أولادكم حب الوطن تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر طبعاً في ظل حالة الاضطراب التي يشهدها العالم الانتخابات الرئاسية ما بقتش مجرد إجراء رسمي بل هي تكسيد لصوتنا وإرادتنا فشارك بصوتك لأن صوتك حيصنع مستقبلنا شارك بصوتك في رسم مستقبل أفضل لمصر شارك بصوتك لأن في كل صوت رسالة رسالة بتقول إننا بنحب هذا الوطن وإننا طبعاً بنحلم بمستقبل أفضل لأولادنا شارك بصوتك لأن في كل صوت قوة وفي كل اختيار أمل فلا تكتفي بالمشاهدة وكن صنع القرار ودلواتي عزيزي المشاهدين بيجي معاد لقاءنا وتعلم عبادة نرحم بدفنا اللي بيشرفنا النهاردة المهندس إسماعيل أحمد علي رئيس إتحاد المصريين العاملين بالخارج أهلا بحديك يا فاندف أهلا بيك يا فاندف موجود باش مهندس باع عرفنا بإتحاد المصريين العاملين بالخارج إيه هو وإيه دوره وظيفته وإيه نوع الخدمات اللي بيقدمها للمصريين بسم الله وحمن وحدي الاتحاد العامل من مشخيمة الخارج وإنشئ سنة ألف تسعمية تاتة وتمانين بقاء جمهوه وقم مية وحدي عشر لسنة تاتة وتمانين هدف من إنشاء الاتحاد هدف من إنشاء الاتحاد المصريين في الخارج لأن كان مصريين كانوا تلعب في فتل من قبل تاتة وتمانين ومحدش يعرف عنهم حاجة وسمعنا عنهم بقى العلماء والفقهاء والخبراء والمهندسين والدكاتة وأساس وأزازة الجامعة في جميع جامعات أمريكا والسراليا وكندا وفرنسا وإنكولترا فحبنا أن الدولة حابت أنها تجمع المصريين في دولة هم طلعوا ومنزلوش الحقيقة نظرا للظروف السياسية في ذاك الوقت الموجودة يعني كانت فيها جزئية هدف التواصل هذا بقى ربط المواطن المصري بوطن أمري باش مهندس خلينا نتكلم عن جزئية التواصل مع المصريين سواء إذا كانوا في حالة هجرة دائمة أو هجرة مؤقتة هل بيكون من خلال السفارات ولا بيكون إزاي الأول كان الحقيقة كان التواصل في البداية كان علاقتنا مع المسلمين في الخارج عن طريق الخارجية عن طريق وزارة الخارجية والسفارات نبعث أي حاجات لوقيس الاتحاد الموجود في الدولة المضيفة نبعث عن طريق حقاب الدمسية في الخارجية لماذا نبعث؟ لأن مجلس الأضاءة يتكون في الاتحاد من 15 عد موجود فيه في جميع أنحاء العالم 15 الدولة هتقول ليه لذلك الدولة كلها أكثر من 15 هلما هو تبقى للقانون بأن أعضاء مجلس الأضاءة لدينا 15 التانيين بقى إحنا بنتعامل معهم بوضع عادي بوقيس الاتحاد فاعل موجود لدينا أفع في جميع الاتحاد العالم ده هيا خلينا بقى يا فندم نبدأ نعرف إزاي بتكون تحركاتكم لحصر المصريين المتواجدين في الخارج عشان لعملية الانتخابية وكيفية مساعدتهم وتوجيههم ده اللي هنعرفه بعد الفاصل بنرجع مرة تانية معكم عزيزي المشاهدين وباشوهندس بقى قلنا إيه الخدمات اللي بتقدموها للمصريين في الخارج في فترة ما قبل الانتخابات طبعا كتير من المصريين بيبقى عايزين يبقى فيه تواصل عايزين يبقى فيه معلومات عايزين يبقى فيه بيسألوا عندهم استفسارات الموعيد وما إلى ذلك بيتم التواصل ازاي بتقدموهم المساعدة ازاي طبعا احنا في انتخابات الفين وابعتاصة والفين وطمانتاصة احنا كنا مسكين العملية وبنتبهنا المثبوط بتمام يعني الحقيقة بالنسبة للانتخابات الانتخابات الفين وابعت وعشرين احنا بقى اكتر من شهر او شهر نشوية بنتب لها مع الدول كلها احنا هنا قفع في جميع انحاء العالم في رئيس فرع موجود في كندا في السعودية في امريكا في دول الخالي كلها هل بتبقى خطة واحدة في كل الدول ولا يعني خطة مركزية وبتطبق في كل بنعمل الاجتماعات بقى اكتر من شهرين مش شهرونسي كمان بنعمل الاجتماعات عن طريق الزوم وبنراتب معهم ازاي ايه الترتيب وإيه النظام اللي هيتبع في الانتخابات بي ازاي لان في دول او اكتر الدول ملهاش مثلا الا كونسولية او كونسوليتين او صفوها في البلد طب الناس اللي هي وفي دول مطاومة الاطراب همسك المساحتها كبيرة وبيبقى همسك المسال اللي عايحشان من ضيعش الوقت مثلا المسال في السعودية وفي امريكا السعودية مفاشل الا كونسوليتين كونسولية وصفوها في ويات وكنسولية وكنسولية في جدة طيب السعودية مطاومة الاطراب طب بتاعة جدة دي حواليها مين حواليها دول المدينة منواء والطايف ومكة وقابها وخميس مشيت طب الناس دي وقاب بلد سبعين كيلو أو ثمانين كيلو ليه مكة مكة في الطايف بقى وقابها كلها مئة ومئة وعشرين مئة وخمسين طب دول هيجوا زي يبقى هنا بقى الاتحاد العام في الخارج بينظم العملية دي عشان أجيب الناس زيت من الدول البعيدة عن مقاوة اللجان نينهم على خلال أيام التصويت مواط نفس القصة الكويت الدول كلها بتيجي بقى هنا دي دي تجميع للناس وبننجح بنسبة تسعين في المئة الحقيقة فيها إننا نجمع الناس مش سهلة أحنا طلع فاصل مع أحدك يا فندم وبعد كده نرجع لنواصل حديثنا تنزل وتشارك في الانتخابات تنزل وتبعت رسالة للعالم كله دي الرسالة اللي احنا مفروض نوجيها للعالم كله النهاردة النهاردة فيه اختبار دقيق جدا اللي بيحصل حوالينا دوا الخطر اللي في العالم كله الخطر اللي في الشرق الأوسط طبعا لازم نعي ايه اللي بيحصل في المنطقة مصر لن تسقط أبدا لن تسقط مصر أبدا وتحيا مصر خبات حق تفى له القانون والدستور لكل واحد سواء مصري غير مصري فهنا بنتكلم على الانتخابات الرئاسية في مصر كل واحد بنوه رؤية بنقولك انزل انزل واند صوكة لأن صوكة ده أمانة أولا وده من حقك قانونا ودستورا انك تروح تحط صوتك في الانتخابات دايما نحط مصر صوب عيانك وان المرحلة الجاية صعبة جدا ان مصر محاطة ببعض المخاطر كلنا شايفين الوضع مع حضراتكم مرة تانية مع ضفنع باش مهندس قولي بقى الا وسائق اللي بتبقى مطلوبة اللي هو المفروض الشخص يكون جاهز بيها الشروط برضو اللي بتخلي المواطن ان هو يكون يعني مسموح له ان هو يشارك في هذه الانتخابات تبقى طبعا تبقى ان القانون يعني دون 18 سنة يعني 18 سنة فما فوق هو اللي بي يتمنى ويكون معاه بطاقة شخص الرقم القومي ورقم القومي او الباسبور يعني هو موجود في الباسبور رقم القومي في الانتخابات الرئاسية مش مهم ان يكون سير المفعول البطاقة شخصية يعني لو بطاقة قديمة ما فيش مشكلة مسموحة في الانتخابات الرئاسية فقط تمام بالنسبة لي الجواز لازم نكون سير المفعول طب لو كلمنا على فترة ما قبل التصويت هل بيتم مثلا نشر بعض المعلومات هل بيبقى في حاجات للتوعية أهمية المشاركة من خلال السفارات ومن خلال القنصليات الندوات يمكن أسبوعية من قيمة شهرين لكل فرع في الفروع الاتحاد العام والصين في الخارج الكلام الحديدك بتقوليه دوت بيواعوا الناس على استحقارات الدستورية وازاي تشارك لازم تشارك في حقك الدستوري في انتخاب من تراه مناسما لك وندي له بقى الفرصة كل واحد بقى بيكلم عن موشحه أحب حضرتك إنما لازم نديهم توعية كاملة ولازم تحضر لازم تحضر لازم يكون فيه تجمع ولازم يكون فيه كسافة عشان نوال العالم كمان إن احنا كمصريين مهتمين بالانتخابات بتاعت بلدنا وده حق الدستوري احنا اكتسبناه ما كانش زمان كده يا مادم نبينا ما كانش زمان فيه حمالات يخدم للتوعية وحمالات للتشجيع للمشاركة ومثلا بيبقى فيه مساعدات خاصة واهتمام خاصة بأصحاب الأعقاد إن هو تسهيل الحركة عليهم والانتقال عليهم علشان فعلا نشاركه في التصويت طبع ما نقول تحضرتك إن إحنا بنسهل للناس على حواقة الانتقال اللي هو للمدن البعيدة عن مكان اللجنة نفسها بنرجع مرة تانية معاكم عزيزي المشاهدين وباشو همدس بقى قلنا هل فيه خدمات خاصة للمعاقين طبعا للمعاقين لأن المعاقين بيبقى فيه أوتوبيسات خاصة لهم وفيه مواقف خاصة لهم اللي موجودين فيهم احنا عاملين للمعاقين في منسبة للمنطقة السعودية في رياض عاملين أوتوبيسات في المنطقة الشرائية أوتوبيس خاص للمعاقين أمين بيها الحقيقة الجالية اللي موجودة في المنطقة الدمام اللي مهمة جدا في أمريكا نفس الكسة برضه في كاليفورنيا فيه وفيه في نيويورك فيه طب ودخل اللجنة ودخل اللجنة طبعا بيكون بالنسبة للمعاقين بيبقى لهم الأولوية لهم سهولة للدخول اللجنة قبل الأشخاص العادية برضه في اللجنة لازم يبقى فيه متابعة للعملية نفسها عمليات الانتخاب نفسها عملية التصويت بيبقى فيه بعض الاستفسارات بيبقى فيه بعض التساؤلات منهم فبيحصل التواصل ازاي وبيحصل يعني هل بيحصل بعد كده متابعة مع المصريين بعد عملية التصويت نفسها لا أثناء عملية التصويت أثناء سؤال حضرتك مهم جدا مهم جدا أثناء عملية التصويت نحن نعمل إيه نحن من دلوقتي من يوم من السبت الجاية هنبدأ هنقع غوفة عمليات في مقال اتحادي عام صيف الخارج تمام أخذنا الموافقة هيطبط غوفة العمليات بتاعتنا بغوفة العمليات الهيئة الوطنية الرئيسية الرئيسية فهيبقى معنا على الشاشة ونحن نقعد 24 ساعة في ثلاث يام دولت يعني نشتهادتين بنسبانه مقابعة ايام لأن إحنا قبل مننا في دولتين بالليل عندنا الصبح عندهم اللي هو الساليا ونيوزيلندا بنتابع أثناء التصويت بيبقى في مشاكل بتحصل طب المشاكل دي بإحنا بإحنا بالمتابعة مع الهيئة الوطنية للانتخابات بنحل المشكلة بيجي واقس اللجنة يجي مثلا الناس واحد مثلا ما عندوش بطاقته كذا بنسأل اللجنة على طول هم يبلغونا على طول عن أولاين بنبلغ اللجنة بنحلله المشكلة بتاعته في الحال فهي دي عشان كالسؤال سيادتك نحن كالاتحاد بيقوم بدوفة عال فعلا في نفس الوقت أي مشكلة أي مشكلة بتحصل رئيس اللجنة بيبلغنا عن طريق نحن فتحين الشاشة لكل دول العالم يبلغونا بيها نحن نبلغ بيها الهيئة الوطنية لا الوطنية تهدى علينا نحن نهدى عليهم نبلغهم بيها تمام تمام أنا بشكر حضاك جدا يا فندم وبشكر مجهودكم المهندس إسماعيل أعالي رئيس اتحاد المصريين العاملين بالخارج نورتها فندم شكرا والله تبقى عملية منصقة وموفقة بإذن الله إن شكرا لكم عزيزي المشاهدين بنتمنى إن احنا نكون وفقنا في هاردة حلقتنا النهاردة وعلى وعد بلقاء جديد وبرناماتكم مع الناس